اذا كنت جميعا عمليين اي رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هيكون فيديو جديد ومعوضاه جديد على قناة بوكسي وورل فيديو النهاردة هيكون مختلف وهيكون جديد كل الناس اللي بتابعني على القناة عارفة ان انا دايما باهتم بكل الناس المبتدعة كل الناس اللي داخل مشروع الرازل جديد او مجال الرازل جديد بحاول بقدر من الامكان ان انا اعرف كل الناس كل حاجة من البداية وانا ما بتخلش على حد في معلومة كل المعلومات اللي انا اكتسبتها او عرفتها هتلاقيها موجودة على القناة في كل الفيديوهات اللي موجودة ان شاء الله طيب ايه الجديد في فيديو النهاردة؟ الجديد في فيديو النهاردة ان انا هشتغل بنوع رزن انا مجبتوش على القناة قبل كده طيب هنجرب نوع الرزن ده مع بعض غير كده كمان هنجرب الوان اول مرة هشتغل به يبقى نجرب الرزن ونجرب الالوان برضو هتتابع معي الفيديو ده للنهاية ومتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب غير كده كمان انا ابتديتي بيحت الادوات والخماات والفيديو توجد Lewis الاعمال قلت باكةج المبتدئين variasورة اللي بينها قدوه باكةج المفادئين ممكن تطلبه مني كيدا طيب حضرتك هتطلب مني الوردر ازاي اللي هو مثلا مفادئين اي ادوات اي اخيمات الكلام ده كله هتلاقي رقمي موجود في الديسكريبشن ده بغير كده كمان هتلاقي الجروب بتاع هتلاقي اكاونت فيسبوك هتلاقي البيج هتلاقي الانستجرام تويتر ليجرام يبقى انت مع حضرتك كل السوشيال ميديا اللي ممكن تتواصل معايا وكل ده موجود في الفيديو ده يعني حضرتك بكل سهولة هتنزل تحت الفيديو تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل الديد هتنزل تحت شوية كمان هتلاقي رقمي وهتلاقي كل حاجة انت محتاجها من ادوات ومن خمان لكن قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي باتمنى ما كل الناس تنساش تعمل اشتراك لقناة جديدة بتاعتي اللي هي قناة ريزن وورد دي القناة بديلة والقناة الجديدة اللي حضرتك برضو ممكن تلاقي عليها فيديوهات ممكن تفيدك بعد كده ودلوقتي يلا بينا نشوف الفيديو بتاعي في البداية انا هدى اجيب نوع الرزن اللي احنا هنشتغل به في فيديو النهاردة وهو اللي هو اساسا اول معرف باسم الرزن الكوري كل الناس على الجروبات او مثلا المواقع او على القنوات دايما بيشتغلوا بالرزن الكوري وعارفين الرزن الكوري الرزن الكوري من الانواع كويسة جدا 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 لكن انا عمري ما اشتغلت بها قبل جدا والاول مرة على قناة ايبوكسي وورلد احنا بنجرب الرزن الكوري مع بعض نسبة الرزن الكوري 3 الى 1 يعني قدام حضرتك دلوقتي الازازة اللي لونها اخضر مكتوب عليها العبوة ايه يبقى كده يا جماعة دا الرزن لكن العبوة التانية اللي هي لونها ابيض شفاف هيكون قدام حضرتك دا المصلب ومكتوب عليها بيه يبقى كده دا المصلب بتاعها نسبة الرزن الكوري 3 الى 1 يعني لو حضرتك جينا مثلا نضيف اللي هو من العباوة الكبيرة اللي لونها أخضر 30 جرام هنضيف مثلا من العباوة الصغيرة اللي لونها أبيض شفاف 10 جرام إيه هو الريزن الكوري أو الناس المبتدئة أو الناس اللي الأول مرة بتشوف أساسا الريزن وما تعرفش حاجة عن موضوع الريزن أو مشروع الريزن دي هتجمع أنواع كتير من أنواع الريزن وإحنا بنحاول بقدر من الإمكان إن احنا نوفر كل الأدوات وكل الخامات على قناة إيبوكسي وورل ودائما إحنا على القناة بنحاول إن احنا نجرب كل الأنواع بحيث إن احنا نشوف الأفضل ونشوف المميز اللي إحنا ممكن نشتغل به أنا في تجربة الشخصية أساسا أول مرة أشتغل بالريزن الكوري على القناة طيب إحنا النهاردة على القناة هنشتغل بالريزن الكوري اللي أساسا هو غاني عن التعريف وناس كلها شغلة به وكمان هنجرب ألوان أنا أول مرة أجربها مع حضراتكم وكل حاجة هتبان في الفيديو بتاع النهاردة واتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان حضرتك تشوف النتيجة النهائية معايا في آخر الفيديو وزي ما واضح قدام حضرتك دلوقتي إن العبوة مقفولة كويس جدا 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 العبوة سهلة عبوة بسيطة ما فيهاش أي تعقيدات ما فيهاش أي حاجة ممكن تفتحها بكل سهولة الرزن طبعا شفاف والصب بتاعه أو الشفافية بتاعته كويسة جدا الإيبوكسي كاست ديكوريشن المعرف بالرزن الكوري هو أساسا بينشف خلال 24 ساعة والشفافية بتاعته كويسة جدا 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 غير كده كمان ما فيهاش بابلز طيب إلا يثبت إلا يثبت التجربة نيجي دلوقتي للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة إن احنا هنثبت النسب بتاعتنا على الميزان الحساس كل الناس اللي امتبعاني على القناة عارفة إن أنا دايما كنت شغال بميزان حساس اللي هو الميزان العادي اللي ممكن تشتريه من أي محل بتاع أدوات منزلية لكن الميزان اللي بين قدام حضرتك دلوقتي ده ميزان ديجيتال حساس بيوزن يا جماعة الكوباية يعني الكوباية كانت فاضية قدام حضرتك وزنت حوالي 3 جرام و 13 تقريبا فإنت لازم وإنت بتثبت النسب على الميزان الحساس ده تكون النسب بتاعتك مزبوطة 100% لأن مثلا حضرتك لو عملت النسب غلط أو التقليب غلط أو الألوان كتيرة عن الحد اللازم الرزن بتاع حضرتك مهما كان نوعه مش هينشف معي وتيجي المشكلة الأساسية بتاعت الناس يقولك أنا القطع بتاعتي ما بتنشفش القطع بتاعتي بتلزق القطع بتاعتي مش عارف إيه يا جماعة العامل الأساسي اللي هو موجود في أي حاجة حضرتك هتعملها في مشروع الرزن أو موضوع الرزن هي النسب بتاعت حضرتك تلوما النسب بتاعت حضرتك كويسة الرزن بتاعت حضرتك هيكون كويس معك نيجي دلوقتي الرزن الكولي وأنا صبيت النسب بتاعتي اللي هو مثلا 45 جرام من اللي هو الريزن اللي عبوة ايه بعد كده ضفت 15 جرام من المصلب اللي هي العبوة بيه اللي لونها شفاف من الطبيعي ومن الاساس ان حضرتك المفروض تقلب بالراحة وفي اتجاه واحد تقلب بالراحة وفي اتجاه واحد ليه علشان حضرتك ما يطلعش معاك بابلز طيب نيجي في النوع بتاع النهاردة النوع بتاع النهاردة انا بقلب عادي جدا وهنشوف مع بعض النتيجة النهائية برضو في اخر الفيديو هنشوف مثلا الريزن ده هيكون في بابلز ولا لا هيكون كويس معانا ولا لا لان كل الناس اللي امتبعاني على القناة لقاتني مثلا شغال بيبوكسي 150 سري دي شغال مثلا بيبوكسي كاست شغال مثلا باي نوع تاني باي نوع تالت الفكرة جماعة ان قناة إيبوكسي وورليت قناة تعليمية المفروض ومن الواجب علي ان انا اجرب جميع انواع الرزن علشان حضرتك كمبتدئ او واحد داخل المجال الجديد تعرف تفرق ما بين الانواع وبعضها نيجي للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الاوالب اللي باين قدام حضرتك دلوقتي دي اوالب سيليكون منفردة يعني كل قطعة الوحدة بيظهر معي على القناة جميع الانواع من الاوالب يعني اوالب كتيرة اوالب صغيرة اشكال انواع لان انا ذكرت قبل كده على القناة ان في حوالي خمسين الف نوع من اوالب السيليكون وكل قالب له حجم كل قالب له سعر كل قالب له شكل فحضرتك لو محتاج اي قالب بيظهر معي في الفيديوهات ممكن تاخد سكرينشوت وتبعتلي على الرقم بتاعي على الواتساب وانا ان شاء الله بقدر من الامكان هحاول ان انا اوفره لك لان انا ذكرت قبل كده وفي بداية الفيديو ان انا بتديت اوفر الادوات والخمان الاوالب بتاعتك المفروض انها لها عمر وتنتهي زي ما ذكرت قبل كده في فيديوهات كتير ان كل حاجة لها عمر وتنتهي فمن الواجب على حضرتك انك تلمع القالب بتاعك بزيت جونسون بتاع الاطفال اللي هو من الاخر كده انت بتحافظ على العمر القالب شوية لكن هو كده كده هيبوز من حضرتك يعني مش هيقعد معاك عشر سنين تصب فيه وهي ديها الفكرة اللي حابب بوصلها لكل الناس اللي بتتفرج عليها نيجي دلوقتي للمرحلة اللي بعد كده والمرحلة اللي بعد كده ان احنا بنشوف كوباية الرزم بتاعتنا بعد التقليب هيكون شكلها عامل ازاي هل هيكون شكلها مغيم هل مسلا هيكون فيها بابلز هل هيكون فيها تغيير في مسلا او فوران او تسلب او فيها اي حاجة او اي مشاكل كل حاجة واضحة وبينة قدام حضرتك على القناة وفي الفيديو ده الرزم ده فعلا كويس جدا 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 وانا بتجربتي الشخصية وانا بجربه بقى انا بقلبه لقيته حلو جدا جدا وكل ده هنثبته في فيديو النهاردة لان انا بعمل تجربة اللي هو تجربة بسيطة كده نشوفها مع بعض لكن في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله عن النوع ده وازاي نستخدم الالوان وازاي برضو نستخدم او هنعمل صواني او هنعمل كسترات واو هنعمل شيلات وبحاول برضو بقدر من الامكان ان انا اصب بطرابي ذات وكل ده في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله انا دلوقتي صبيت قدام حضرتك كوباية الرزم بتاعتي يعني جبت شوية رزن هنا وشوية رزن هنا وبعد كده لقيته شفاف تماما يعني الرزن ده شفاف هي بتاعتي عالية الى حد ما وبرضو التجربة خير دليل نيجي للالوان الالوان اللي زاهرة قدام حضرتك دلوقتي هي الوان رينكسان خاصة بمنتج الرزن الكوري يبقى الاول مرة على قناة احنا بنشتغل بالرزن الكوري وكمان بنشتغل بالوان الالوان ديات يا جماعة هتبان قدام حضرتك في الفيديو هنشوف شكلها عامل ازاي هنشوف الوانها هنشوف تركزها هنشوف تفاعلها هنشوف كل حاجة فيها زي ما واضح قدام حضرتك دلوقتي العبوة المفروض ان انا برجها كده واللون ده هنشوفه مع بعض هل هو كويس ولا لا يا جماعة الفكرة فيه الفكرة ان فيه الوان كتير جدا 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 ممكن تستخدمها وممكن تشتغل بيها وممكن تلعب بالالوان زي ما انا بلعب في كل الفيديوهات بالالوان لكن في فيديو النهاردة احنا هنلعب بالوان معينة اللي هي الوان رينكسان مع الرزن الكوري وهنشوف التجربة النهائية هتكون عاملة ازاي تابع معي الفيديو للنهائية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد واتمنى من كل الناس انها تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على قناة وانزل تحت شوية اعمل اشتراك للقناة الجديدة اللي هي اللي هي القناة التانية او القناة البديلة لقناة زي ما واضح قدام حضرتك دلوقتي ان انا مسلا اخترت لون من الوان رنكسان وببدأ ان انا اقلبه مع كوباية الرزن الاولى اللي انا اخترتها والدرجة اللون دي يا جماعة كويسة جدا 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 بتيجي برضو المرحلة اللي بعدك كده وببدأ ان انا اختار لون تاني من الوان رنكسان والفكرة ان انا برضو برج الازازة كويس جدا كده علشان برضو نشوف التأثير بتاعها هيكون عامل ازاي دي اتألوان متالك خاصة بمنتج رنكسان هنشوف برضو اللون بتاعها او التأسير بتاعها هيكون عامل ازاي? انا فضلت ان انا اقرب كوبايت الريزن من الكاميرا قريب جدا 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 علشان مسلا نشوف لما نقطة تنزل هيحصل ايه? تفتكروا هيحصل ايه? شوفوا معي الفيديو ده للنهاية. طبعا مشكلة الناس هي الجليتر. الجليتر دايما بيترصب. الجليتر دايما مش عارب بيحصل له ايه. الجليتر كله مترصب والقطعة كلها شفافة. اه اللون ده يا جماعة تحسوا ان هو في الجليتر. يعني الوان الميتالك ديت اللون بتاعها كويس جدا 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 جدا. وانا جربتها. اللون عجبني. يعني اللون عجبني وانا بقلبه لدرجة ان انا بعد ما عملتوا اللونين دولكون. يعني كان في دماغي فكرة تانية. انا قلتلكو ان الفيديو ده انا عمل تجربة بسيطة فقط اللي هو اولب سيليكون. يعني ما دخلتش في الصب الحر. ما عملتش حاجة كبيرة زي صانية او كوستر. انا بجرب حاجات بسيطة جدا كده علشان برضو نشوف الشفافية مع بعض. نشوف المنتج ونشوف كل حاجة مع بعض على القناة. انا لما اللون ده عجبني لما قلبته لقيت الدرجة بتاعته حلوة. فقررت ان انا اجيب لون تالت. واللون التالت ده هو اللون السلفر. وهيزقر قضام حضرتك دلوقتي على القناة او على الشاشة. طيب اسمها الوان متالك للريزن. زي ما واضح قضام حضرتك دلوقتي العبوة او الازازة هي شفافة لكن اللون تحت. بترجل عبوة كويس جدا 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 كده. ويتلاقي بقى حصل فوران كده في الازازة بتاعت حضرتك. لكن اللون كويس. تعالوا بقى بينا مع بعض كده نشوف ايه اللي حصل لما حطيت نقطة من الالوان اللي هي الوان الميتالك السلفر ديت. على آآ كوباية الرزن اللي هو الرزن الشفاف اللي هو الرزن الكوي. انا يا جماعة من حلوة التجربة فضلت ان انا اقرب اللي هي كوباية الرزن من الكاميرا علشان تشوفوا معي ايه اللي حصل لما حطيت النقطة من الوان الميتالك دي. تعالوا بقى انا اتفرق مع بعض كده نشوف ايه اللي حصل. لاحزين? ملاحزين معي? في ايه? في تحس ان في تشعب كده. في فوران. في حاجة يعني تحس ان في حاجة جميلة كده بتحصل في اللون. واخدين بال حضراتكو انا حاولت ان انا اقربها من الكاميرا لكن هي عملت فوكس لكن فضلت برضو ان انا ابعد وقرب وابعد وقرب لحد ما تزبط معي. لكن في النهاية المفروض ان انا بقلب اللون بتاعي اللي هو اللون الميتالك السيلفر اللي هو خاص بمنتج رينكسان. علشان نشوف اللون النهائي هيكون عامل ازاي? غير كده كمان انا يا جماعة معي الوان كتير جدا جدا جدا. معي الوان مختلفة. مراجعة مختلفة. كل ده هنلعب به في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. تابع معي الفيديو ده للنهاية ومتنساش تعمل لايك وشير وسبس كرايب. نيجي دلوقتي للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الصب في قالب السيليكون. زي مواضح قدام حضرتك كده بالضبط. انا صبيت في قالب السيليكون بتاعي. اللون كويس جدا جدا جدا. اللون التاني اللي هو اللون السيلفر برضو كويس جدا جدا. اللون التالت برضو حلوة او يا جماعة. الفكرة في ايه? الفكرة ان انت بتلعب بالالوان. عرفت تلعب بالالوان? يبقى انت كده في الريزن. في كل حاجة في الريزن. انا مش عايز اقول لك اساسا الريزن اساسه الوان. يعني لو حضرتك زوءك علي في الالوان هتبدع وتبتكر زي ما انت عايز. فكرة التقليد يا جماعة بتقتل المنتج اللي انت هتعمله. متمنى من كل الناس يا جماعة مش معنى انكم تشوفوا منتج او تشوفوا حاجة انكم كلكوا تقلدوها. مفيش حاجة بتقول كده في الدنيا انك تقلد. الفكرة كلها معتمد على الابداع وعلى الابتكار. ده فن يا جماعة. المفروض انكم تفننه وتبدعه في الالوان. ومش شرط الالوان. يعني ممكن تعمل اي حاجة بقى بالوارد بالستيكر بالجليتر بالكلام ده كل. زي ما واضح قدام حضرتك دلوقتي انا صبيت في القلب الاول. القلب التاني. القلب التالي. طيب القلب ديت متاحة معي. يعني حضرتك هتشتريها مني. لا هي مش متاحة حاليا. يعني حضرتك لو دخلت قلتلي انا عايز القلب ده. هو مش متاح. لكن احنا بنعمل تجربة بسيطة عن المنتج اللي معنا النهاردة. وبحاول بقدر من الامكان ان انا اعرف المبتدئين على المنتجات الريزن او الالوان او الخمان. لو حضرتك مبتدئ. زي ما قررت او زي ما ذكرت. كل حاجة هتلاقيها تحت الفيديو ان شاء الله. غير كده كمان المفروض ان احنا بعد ما بنصب هنشوف قالب السيليكون بتاعنا. طيب ايه اللي حصل دلوقتي? انا محتاج اشوف الشفافية جماعة. يعني محتاج ان انا اشوف الريزن ده شفافيته عالية ولا لا. القلب السيليكون اللي بين قدام حضرتك دلوقتي ده قالب شوكولاتة مش مخصص لصب الريزن. تاني. القلب السيليكون ده قالب شوكولاتة مش مخصص لصب الريزن. لكن انا جبته علشان بس اصب الريزن شفاف. يعني انا عايز اعمل سمكة اعلى. واشوف درجة الشفافية واشوف درجة الصلابة. في قالب مش مخصص لصب الريزن. ده قالب شوكولاتة انا كنت جايبه واجرب فيه وانا مبتدئ ولسه عندي لحد دلوقتي. وجبت انا المنتج علشان اصب فيه القطعة بتاعتي. علشان في النهاية اشوف المنتج النهاية هيكون عامل ازاي? وهلو التجربة نجحت معي ولا لا? زي مواضح قدام حضرتك دلوقتي ان احنا صبينا الريزن بتاعنا في اوليب السيليكون. والمفروض اننا نستنى اربعة وعشرين ساعة علشان اشوف المنتج بتاعنا النهاية هيكون عامل ازاي? تعالوا بقى دلوقتي نشوف القطعة بتاعتنا. اول قطعة معي اللون بتاعها كويس جدا جدا. الصلابة يعني الريزن فعلا نشوف مفيش بابلز مفيش مشاكل. الريزن ما بيلزقش كلام ده كله. فعلا واللون يعني اللون ده خلاص يعني هعمله في الفيديوهات الجاية صواني فقط. لان انا كنت بدهار على اللون ده. لان اللون ده عجبني جدا جدا جدا. يمكن اكتر لون انا هشتغل به الفترة الجاية هو اللون ده. نيجي للقطعة التانية اللي هو الميتالك السيلفر. انا وانا بصب يا جماعة بعد ما صبيت كان فاضل حوالي نقطتين كده فانا اصبتهم على الوش عمل وقت دايرة اللي في النص دي. اللي هو اصلا تهس انها بقعة كده لكن هي لكن هي في الاساس هي ريزن. طيب القطعة وشكلها كويس جدا جدا. اه تهسوا ان فيها اللون حلوة قوي 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 اه وبرضو درجة الصلابة ودرجة الشفافية وكل الكلام ده كويس جدا بمعنى. حتى القلب بصراحة عجبني جدا جدا. نيجي بقى للحاجة اللي انا كنت بنزلة اساسا على الواتساب ونزلها في الجروب وهي قلب النظارة. انا كنت اعمل نص اللي هو اللون ونص لون وبامانة الشكل النهاية طلع جميل جدا جدا جدا. من نوع اللي هو الرزن الكوري. والوان رينكسان. وانا في النهاية بشكر البش مهندس محمد فرج على المنتج الجميل ده. لانه يا جماعة صاحب منتج الرزن الكوري والوان رينكسان. وانا بشكره من خلال قناة ايبوكسي وورلد. لان فعلا المنتج اه جميل جدا جدا. والالوان كويسة. طيب احنا مسلا صبينا في الاوالب اللي هي اوالب الرزن المخصصة لصب الرزن. يعني زي موضح وبين قدام حضرتك دلوقتي. المفروض انك بتصب في اوالب سيليكون. طيب. قالب الشوكولاتة اللي ورايا ده. هل ممكن حضرتك تصب فيه? لو انت مبتدأ ومش عايز تجازف في فلوسك ومش عايز مسلا تكلف نفسك في البداية. عايز تصب فيه? صب. لكن هو مش مخصص لصب الرزن. ومعلومة يا جماعة القلب ده اللمعة بتاعته ممكن تكون مطفية. لانه مش مخصص لصب الرزن. لكن لو حضرتك مبتدأ وعايز توفر في الادوات او في الخامات او في الفلوس. وعايز تجرب في حاجة وسيطة. ممكن تشتري قالب الشوكولاتة ده وهتلاقي السعره مثلا تلاتين اربعين جنيه ولا حاجة. ممكن تجرب فيه. لكن كون ان حضرتك تصب فيه وتعمل سلاسل هيجيني بقى مشكلة اللي بعد كده. ده القطعة مش شفافة. القطعة معتمة. القطعة مش عارف حصل لايه ايه. انا بنبه من البداية. علشان يا جماعة الناس المبتدأة ما تظلمش نفسها. ويا ريت لو حضرتك مبتدأ ولسه داخل الموضوع جديد. تحاول انك تشوف باكتج المبتدئين اللي انا عاملوا على القناة. وما تشتريش ادوات وخامات كتير. لان فعلا انت حضرتك لو انت مبتدأ هتلاقي نفسك دخلت في التلات اربع تلاف جنيه وانت اصلا مش داري. طيب نيجي لقلب السيليكون اللي هو اساسا بقى انا صبيت فيه المنتج او المادة السيلة اللي هي مادة الريزن الشفاف فقط من غير الوان. يعني احنا عملنا بقى ايه الوان ولاعبنا بالالوان. تعالوا بقى نشوف الكطعة اللي هي الشفافة اللي ما فيهاش بابلز. زي ما واضح قدامها دراتك دلوتي القطعة شفافة. قطعة جميلة. يمكن العيب الوحيد فقط ان انا صبيت اه في قالب سيليكون مش مخصص لطب الريزن. اه لكن انا كنت قصد الحتة ديت علشان اشوف بنفسي هل الريزن فعلا كويس ولا لأ. وبقى منا يعني السلاسل شكلها حلو القطعة شكلها جميل جدا بتلمع حتى القطعة الشفافة بتلمع. اه وده يا جماعة الفيديو بتاع النهاردة والتجربة بتاعت النهاردة بتمنى من كل الناس فعلا يكون عجبها الفيديو. وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. انا كده وصلت لنهاية الفيديو بتاعي. لكن قبل ما اقفل الفيديو ده حابب انوه تنويه بسيط على كل الناس اللي امتبعاني على القناة. بفضل الله يا جماعة احنا وصلنا ل تسعة واربعين الف مشترك. هانت خلاص وقربنا على خمسين الف مشترك. والمناسبة الجميلة ديت اول ما نوصل خمسين الف مشترك انا هعمل المسابقة والمسابقة ديت اللي هيكسب فيها ان شاء الله. لو دهية جميلة جدا جدا جدا. من قناة طيب ايه المسابقة? ايه الشروط? كل ده هاعلنه في فيديوهات جاية ان شاء الله. والمسابقة ديت يا جماعة هتكون على الجروب الشخصي اللي هو الجروب بتاع ولينك الجروب هتلاقيه في تحت وتنزل تحت الفيديو وتدخل الجروب لان ان شاء الله انا هاعلن عن المسابقة دية في الجروب وبعد كده هاعلن عنها في اليوتيوب بحيس ان شاء الله اول ما نوصل خمسين الف مشترك في واحد او اتنين ممكن يكسوا معنا الهدية بتاعة ايبوكسي انا كده خلصت الفيديو بتاعي باتمانا ما كل الناس واتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب واستنوا الفيديو الجاي لان الفيديو الجاي قوي جدا 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 شوفكوا في فيديو جديد ان شاء الله